لا يوحد المسلمين غير العقيدة الصحيحة مهما تكلَّهوا ومهما قالوا يقولون خلوا الناس على عقائدهم واجتمعوا ولا تشوشون على الناس بذكر العقيدة واختلافها هل ما هم ممكن؟ هل مستحيل أن يجتمع الناس على غير عقيدة صحيحة؟ مهما حاولوا وهذا من الكذب على الناس لا اجتماع إلا بعقيدة صحيحة إلا بلا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وبين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطار عُثمان بن عفان علي بن أبي طالب وبقية الصحابة جمعت بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا بعد أن كانوا أعداءً أصاروا إخوانا بأي شيء؟ بهذه العقيدة عقيدة التوحيد أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فإذا كنا نريد وحدة الكلمة واجتماع الكلمة فلنرجُع إلى الأصل الذي وحَّد بين العرب والعجم وبين الأحرار والعبيد وبين مختلف أجناس البشر نرجع إلى هذا الذي وحَّدهم وهو مضمون لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً